وقسم سبحانه بالسماء ذات البروج أي ذات الكواكب المنيرة هذه الكواكب في علوها وفي أضوائها كالقصور المشرفة على الدنيا بما تحكي عن عظمة الصانع وقيل أن البروج يراد بها هنا منازل الكواكب والشمس والقمر وهذا القسم قسم بما هو محسوس ملموس وكما نرى بالعيون واليوم الموعود هذا قسم معطوف على ما تقدم واليوم الموعود هو يوم القيامة وشاهد ومشهود هذا قسم ثالث واختلف في المراد منه حتى وصلت الأقوال إلى ثلاثين والأقرب أن الشاهد هو الذي يتحمل الشهادة فيحضر الحدث ويتحمل ما رأى فيشهد له أو عليه والمشهود هو الحدث نفسه وقيل الشاهد رسول الله والمشهود هو الأمة ولا يخفى أن تنكير شاهد ومشهود يقصد به التعظيم والتفخيم قيل أنه جواب لكل قسم تقدم بناء على أن قتل إخبار عما جرى لهؤلاء القوم الذين قتلوا بالأخدود وقيل أن جواب القسم محذوف دل عليه السياق حيث الآيات جاءت لتذكر المؤمنين بشدة مبتلي به المتقدمون فصبروا وعلى كفار قريش اللعنة كما لعن أصحاب الأخدود ويكون قتل أصحاب الأخدود دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله النار ذات الوقود فأصحاب الأخدود هم أصحاب النار ووصفها بذات الوقود لتعظيم وقودها إذ هم عليها قعود بيان لمدى ظلم أصحاب الأخدود الذين أضرموا النار للمؤمنين وهم قعود على أطرافها يرون كيف تتأجج وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ثم يتم ممارسة تعذيب المؤمنين أمام أعينهم وبحضورهم الشخصية هذا سبب انتقام المجرمين أصحاب الأخدود من المؤمنين إنهم انتقموا منهم لإيمانهم بالله وعقيدتهم بالتوحيد فحفروا لهم حفرا واسعة أضرموا فيها النار ثم رمي بها المؤمنون بالله العزيزي المقتدر الذي لا يغلب الحميدي المستحق للحمد الذي له ملك السماوات والأرض فالله هو مالك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الله مطلع على كل شيء يعلم الأسرار والخفايا ويعلم الأقوال والأفعال هذا جزاء الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات ومارسوا عليهم أنواع القهر والاضطهاد من أجل أن يردوهم عن دينهم هؤلاء لهم عذاب جهنم النار وما فيها من أنواع العذابات ولهم عذاب الحريق وذكره لعذاب الحريق بعد ذكر عذاب جهنم لبيان أن عذاب الحريق نوع آخر غير العذابات الأخرى لفتنهم المؤمنين وعدم توبتهم الإيمان بالله ورسله وما أنزل من كتب مع العمل الصالح الذي دل عليه الدين والعقل هذا كله يستحق صاحبه جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك أعظم الغنائم وأعظم الضفر والفوز على الإطلاق إن عذاب ربك لشديد فإذا أنزله بقوم كان عنيفا شديدا يتناسب مع جريمتهم التي استحقوا عليها العقاب إنه هو يبدئ ويعيد هو سبحانه يبدئ الخلق وينشئ النشأة الأولى وهو الذي يعيد هذا الإنسان بعد الموت ويبعثه للحساب وهو الغفور كثير الغفران مهما كانت الذنوب كبيرة أو كثيرة إذا صدقت عودة الإنسان إلى ربه الودود الذي يتودد يتقرب ويتحبب إلى أوليائه فيعطيهم ما سألوه ذو العرش ذو الحكم والسلطان الذي بيده إدارة العالم خلقا وتدبيرا المجيد العظيم المتعالي على جميع خلقه فعال لما يريد أي قدرته مطلقة في الأشياء لا يستطيع أحد أن يحدها أو يردها سؤال يراد به التقرير وأنه قد جاءك هذا الأمر المهم أو يراد بالاستفهام التشويق لمعرفة حديث الجنود وهم الذين تجندوا لحرب الأنبياء وكيف أخذهم الله ثم فسر حديث الجنود بقوله فرعون وثمود وفرعون هو ملك مصر الطاغ الباغي الذي قال أنا ربكم الأعلى سورة النازعات الآية أربع وعشرون فأخذه الله بالعذاب حيث أغرقه في البحر وأما ثمود فهم قوم صالح عقروا الناقة التي طلبوها معجزة لصدق صالح فدمدم عليهم ربهم فسواها حيث تم تدمير مدنهم والقضاء عليهم وهذه عبرة ودرس لكل معتبر ومتعب هذا بيان أن الذين كفروا دأبهم تكذيب الرسل وفي هذا تسلية لرسول الله وما يلاقيه من تكذيب قومه له والله من ورائهم محيط بيان لمدى قدرة الله على هؤلاء المشركين وأن قدرته نافذة فيهم لا يمكنهم الهرب منها بل هو قرآن مجيد هذا رد على المكذبين بالقرآن وقولهم أنه قول البشر أو مفترى رد سبحانه عليهم بأن الأمر ليس كذلك بل هو قرآن مجيد قرآن عظيم في مبناه ومعناه ولفظه وشكله ومحتواه في لوح محفوظ اللوح هو المحل الذي حفظ فيه هذا القرآن فلم يتعرض لتحريف أو تزيف حفظه الله وتعهد بحفظه فلا تطاله الأيدي بالتحريف وأما اللوح المحفوظ فهو من الغيب المحجوب ندعه إلى علام الغيوب وهو الله سبحانه شكرا شكرا